مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف التاسع مرحبا بكم في هذا الفصل الدراسي الجديد وكل عام وأنتم بخير وعلى بركة الله نبدأ في منهجنا لمادة رياضيات والدرس الأول بعنوان الإنعكاس بداية القيمة الأسبوعية عن الوقت فالوقت هو سعادتك ونجاحك وقوتك وإعلم أن أثمن وأغلى ما تملكه في هذه الحياة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى هو الوقت فهذا الوقت هو الذي يساعدك على تحقيق طموحاتك وتحقيق آمالك ومن شدتي ومن عظمي هذا الوقت أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هدفنا اليوم إن شاء الله أن يرسم الطالب إنعكاس الشكل حول محور الإنعكاس ويصفه باستعمال القواعد نبدأ بسؤال بسيط الشكل المرسوماً أمامك هذا مستطيل وهذا مستطيل آخر هل هما غير متطابقين أم متطابقين أم متسويين في المساحة واضح أنهما غير متطابقين ما هو تحويل التطابق؟ تحويل التطابق هو تحويل هندسي يحافظ على أطول الأضلاع ويحافظ على قياسات الزوايا هذا الشكل الأصلي هذا الشكل الأصلي الذي تره أمامك وهذه صورته التي باللون الأحمر أسألك هل التحويل في الشكل الأعلى هو تحويل التطابق؟ انظر ارجع واضح أن هنا الأضلاع متساوي في الطول المتقابلة والزوايا المتقابلة متساوية إذن الإجابة نعم تحويل التطابق تأنه يحافظ على أطول الأضلاع ويحافظ على قياسات الزوايا المثال الأول تحديد تحويلات التطابق تحويل التطابق هو تحويل هندسي يحافظ على أطول الأضلاع وقياسات الزوايا هل التحويل في الشكل المجاور تحويل التطابق؟ وضح إجابتك ماذا ترى عزي الطالب؟ نعم أرى أن هناك شكل مساحته أكبر من مساحة الشكل الثاني أطول أضلاعه أكبر من أطول أضلاع الشكل الصورة إذن هذا التحويل ليس تحويل تطابق لأنه لم يحافظ على الأطوال هذا ليس تحويل تطابق إذن تحويل التطابق لا بد أن يحافظ على الأطوال ويحافظ على الزوايا قياسات الزوايا السؤال حاول أن تحل هل كل من التحويلين الهندسيين أدناء تحويل تطابق؟ وضح إجابتك هل هذا تحويل تطابق؟ نعم لماذا؟ واضح أن الأضلاع يحافظ على الأطول الأضلاع شاف الضلع يساوي الضلع المقابل الضلع الثاني يساوي الضلع الثاني الضلع الثالث يساوي الضلع الثالث الضلع الرابع يساوي الضلع الرابع إذن هو تحويل تطابق طيب هل هذا الشكل يمثل تحويل تطابق الإجابة لا لأن الأصل أصغر من الصورة كما ترى الزي الطالب لأنه لم يحافظ على أطوال الأضلاع المفهوم الإنعكاس هو تحويل هندسي يعكس كل نقطة في الشكل الأصلي إلى نقطة أخرى حول محور الإنعكاس انظر الشكل ABC صورته هي A'B'C' إذا كانت النقطة A تقع على المستقيم M فإن صورتها تكون هي نفسها إذا كانت النقطة B لا تقع على المستقيم M فإن صورتها تكون هي B' بحيث يكون المستقيم عمودي على القطعة B' يمكن كتابة إنعكاس المثلث ABC حول المستقيم M على النحو التالي RM يعني إنعكاس R هذا تذكر عزيزي الطالب هذا الحرف جيداً هذا RM أي إنعكاس على المستقيم M للمثلث ABC يساوي المثلث A'B'C' إذن الإنعكاس هو تحويل تطابق لأنه يحافظ على قياسات الأطوال والزوايا لأنه يحاول على الأطوال الأضلاء وقياسات الزوايا إنعكاس شكل حول المستقيم كيف تستطيع إيجاد إنعكاس المثلث FGH حول المستقيم L المستقيم المنقط باللون الأحمر أمامك سوف نأتي بالمسترة أولاً ثم نقوم برسم قطعة مستقيمة كما ترى بحيث تكون هذه المسافة تساوي المسافة في الجهة الأخرى ثم نضع المسترة عند النقطة H عمودية على المستقيم ونرسم القطعة الثانية بنفس الشرط ثم نضع المسترة عند النقطة الثالثة عمودية على المستقيم ونرسم القطعة تساوي جزءين مبقين تماماً يعني جزء على يمين الخط يساوي الجزء على يسار الخط ثم بعد ذلك نقوم برسم المثلث كما ترى عزيزي الطالب أوجد انعكاس المثلث L M N حول المستقيم N لإيجاد انعكاس هذا المثلث كما فعلنا قبل ذلك تماما نأتي بالمصطرة نضع المصطرة عمودية على المستقيم هكذا ونقوم بعد هنا مسافتين تقريبا هنا مسافتين تقريبا نفس المسافة نحرك المصطرة هنا ونعد 1 2 3 4 5 إلا شيء صغير 1 2 3 4 5 يعني تقريبا هنا نحرك المصطرة مرة ثالثة هكذا وبحيث ونقوم بالعد عد 1 2 3 تقريبا 1 2 3 تقريبا في الجهة الأخرى هكذا بعد لما ترسم النقاط قوم عزيز طالب برسم الشاكل كما ترى عزيز طالب إذن الشاكل كما ترى م داش اللي داش إن داش هو صورة الشاكل اللي م إن إذن لا بد هنا من استخدام المصطرة وأن تكون عمودية على المستقيم إلى هنا عزيز طالب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وأذكركم بحل السؤال البسيط السؤال رقم 6 في صفحة 10 على أمل أن نلقاكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته